السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وازايكم عاملين ايه? معكم المستشارة شايماء علي. حلقة النهاردة مهمة جدا هنتكلم فيها عن موقف القانون من التجنيد. والقانون اللي اصدرته هيئة تنظيم وادارة من تعليماتها لادارة السجلات العسكرية. بشأن الهاربين من اداء الخدمة العسكرية. قلس انهم تخطى سن ستة وتلاتين سنة. كنا في الاول فيه غرامة وكانت الغرامة عشر تلاف جنيه. والحبس فوق ستة وتلاتين سنة ما كانش فيه براءة. بتاخد عقوبة الحبس مع الايقاف. لكن مع نفاز غرامة التجنيد اللي هي مبلغ العشر تلاف جنيه. اللي كانوا بيدفعوا دلوقتي. القرار اللي نازل جديد. قالك ان معف من الغرامة والحبس كل ما انت عدى سن الستة وتلاتين سنة. ده اللي بيتطبق جديد. وفيه ناس قدمت عليه كمان. لسه ما صدرتش الشهادات بتاعته علشان القرار لسه بقاله فترة بسيطة جدا. لاجن الناس بدأت تقدم عليه. فطبعا اللي اكد للمعلومة انه هم بدأوا يعملوا حصر الملفات الهاربين. بس ده برضو بيتطبق على اللي دخلوه التجنيد قوات المسلحة. مش اداء خدمة. وكان ملتحك بالداخلين. لأ. اللي كان جيش عادي جيش صفر. طيب بالنسبة الاوراق المطلوبة. الوراق المطلوب. فيش جنائي حديث موجه لادارة السجلات العسكرية. وصورة البطاقة بتكون سارية. وهتكلم في موضوع البطاقة السارية علشان لو فيه ناس عندها مشاكل في موضوع البطاية. صورة من اسيمة الزواج. الورقية. في حالة الزواج مش كمبيوتر اسيمة من سورتين. الكرنيه والرخصة في حل التوافرهم. اللي لو كان ناس استلمت الكرنيه العسكري فيه رقم عسكري ياخدوه معاهم. ولو كان خد رخصة مهنية من القوات المسلحة بياخدها ايضا. صورة شخصية حديثة. اربع صور خلفية بيضاء. واصل شهادة الميلاد ممكنة وحديثة. ملحوظة اهمة. بالنسبة للناس اللي بطيئها اصلا موقوفة. فاللي بيوقف البطاية هي الداخلية بس. لكن اللي دخل جيش حربي ملهمش دعوة بالسجلات بطيئهم سارية. ايضا هتكلم في الفيديو تاني على الداخلية واللي بطيئه موقوفة وعند وقف ايه الحل. ليه? وفيه ناس مع فيها كمان من الغرامة اللي كانها اربع من قبل الفين واربعة. يعني اللي قبل الفين واربعة ده مع فيه من كل حاجة حبس وغرامة. هتروح تتوجه على شباك الاستعلامات من ادارة السجلات العسكرية. فيه هناك شباك مخصص لتلقى الطلبات اللي اصدرت بيها تعليمات من هيئة تنظيم وادارة السجلات العسكرية بعد حصر الهاربين. خلاصة القابل لو سنك بعد ستة وتلاتين سنة لا يوجد عقوبة حبس ولا غرامة. وبالتوفيق للجميع. بشكركم جدا.